السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين من كل مكان وزمان نرحب بكم في قناتنا المتواضع ونري من الله عز وجل أن تنال على إعجابكم ولكن عزيز المشاهد قبل أن نبدأ ويبع علينا التنبيه إلى بعض النقض المهمة التي يجب أن تراعيها أثناء مشاهدتك لقناتنا التنبيه الأول أخي الكريم لا تليك المشاهدة عن ذكر الله عز وجل فما بالك من أداء الصلاة فلا تؤخرها عن ميقاتها التنبيه الثاني عزيز المشاهد إنما تشاهده من محتوى من هو أو منجة أو حتى إنيمي ما هو إلا من خيال مؤلف لا يمثل الواقع بالصلة وخاصة الأمور العفائدية هؤلاء الغرب لا يعزمون دينهم كما نفعل نحن فانتبه أن يتشرب قلبك من هذه المعتقدات فكن زكيا التنبيه الثالث أخي الفاضل نحن نبذل مجهود ضخم خلف الشاشة التي تشاهدنا من خلالها حتى يصل إليك المحتوى بهذا الشكل لذلك لا تبخل علينا بعمل اشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك ومشاركة الفيديو وأيضا مشاركتنا رأيك في التعليقات فهذا يومنا للتقدم للأمام إن شاء الله وآخر شيء حتى لا أضيل عليكم أكثر من هذا لا تنسى ذكر الله عز وجل وأن تصلي على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم ويلا بينا وبنشوف السيد الشاب الرابع وهو مرقع على الأرض غارقا في دمائه وبيقول اللورد الثالث هل هناك كلمات أخيرة طبعا لا ماذا يجب أن تقول أيها الوقت هكذا يكون الموت حياة البشر تتبدد بلا معنى مثل دخون التبغ الذي تدخنه دائما وبنشوف علامات الصدمة على وجه السيد الرابع وأن حياتها قد انقضت بمثل هذا الأمر وبنشوف اللورد الثالث وهو ياجم عليه بيقول وداعا لكن فجأة بيوقفه صوت مصنوع من الطاقة وشخص ما بيصغب يقول فلتتوقف الآن وبالفعل يستطيع إخاف السيف الخاص باللورد الثالث وبنشوفه مصدوم جدا بيقول في نفسه ما هي هذه الطاقة التي لا شكل لها وكما توقعتها صديقي إنه رئيس القاعة وبيقول أذكر أنك وفقت على عدم التسبب في أي مشكلة أخرى أيها السيد الشاب الثالث لا أستطيع مشاهدة هذا بعد الآن ضع صيفك أرضا في الحال لكن بينشوف اللورد الثالث ومتعصب وبيقول في نفسه كائن التقاط الفراغ مهارة تتيح لك التحكم في حركة جسم ما دون لمسه إنها مهارة تتضل بمعرفة متقدمة بالفنون القتالية هل هو سيد قاعة القانون الجنائي بالفعل وفجأة بينظر إليه اللورد الثالث وبيقول لا أستطيع تحمل ما تقولك لماذا يجب أن أكون لظيفا مع شخص يريد قتلي فبيرد عليه سيد قاعة القانون الجنائي وبيقول لأنك لا تزال في أرضنا حتى لو كنتم الساد الشباب فلا أستطيع قبول قتال لكم هنا فبيرد للورد الثالث وبيقول يبدو أنك لا تعرف مكانتك جيدا هل تريدنا أن نرتعد خوفا من قاعة القانون الجنائي مهما كان وضعنا وفجأة بينظر اللورد الثالث ويحرر السيف ومن هذه الطاقة وبيصرخ فيه وبيقول أنا آسف لكن هذا ليس شيئا أريد القيام به ماذا ستفعل حيال ذلك وبينظر رئيس الغاعة ومصدوم جدا من هذا الأمر وبيقول في نفسه لقد قسر سلسلة الطاقة الداخلية في وجم واحد فقط وبيقول هل تنوي معادات قاعة القانون الجنائي هل يمكنك تحمل مسؤولية ذلك فبيلظر إليه اللورد الثالث وغضب شديد وبيقول مسؤولية هذا شيء يجب أن تتحمله أن وفي أقل من اللحظة بيهجم عليه اللورد الثالث بقوة مرعبة وبالكاد يستطيع تفادي تلك العجمة رئيس القاعة وبينشوف رئيس قاعة القانون الجنائي هو مسعوق جدا من هذه الهجمات والقوة المرعبة التي يصدرها اللورد الثالث وبيقول في نفسه إنه سريع جدا عمق ضاقته الشيطانية يمكن مقارنتها بعمق الزر والعليا لكن مهارته في الفنون الشيطانية لا ترقى إلى مستوى ذلك بعد ولكن هذه المهارة مختلفة كليا سرعته وتحركاته على خدم المصاوى مع سرعته لكن بينشوف اللورد الثالث وهو يستعد لإطلاق حجمة جبارة وهي التشكيل الثاني لمهارة النصل الكاريسي المارينز التسعة أضعاف الطريق الذي لا نهاية له وبالفعل بينشوف طاقة مرعبة تخرج من سيفه وتتجه مباشرة إلى رئيس القاعة وبينشوف رئيس القاعة في السبنة من أمره وبالكاد يستطيع التصدي إلى تلك العجمة وبكون مسعوق جدري بيقول في نفسه ماذا موارة النصل هذه هذه الطاقة للنصل التي لا ترحم الجو هنا ساخن بالفعل وفجأة بتبدأ هذه الطاقة بالانفجار القنبلة حرفيا في جميع رجاء المكان وبينشوف رئيس القاعة وبالكاد يستطيع الوقوف وبقول في نفسه إذا كان رد فعلي أبضأ قليلا لكنت قد احترقت وتحولت إلى رماض لقد استهلكت الكثير من الطاقة الداخلية إذا استخدم فنا شيطانيا أقوى بعد ذلك فلن أنجو منه ولكن ما هذا لماذا لا يوجد هجوم آخر شخص ماهر مثله لن يفوت هذه الفرصة بالطبع ولكن فجأة بيسعق من أمر ما وبنجد أن اللورد السالس يتوجه بسرعة مرعبة باتجاه اللورد الرابع وبيكون رئيس القاعة مسعوق جدا بيقول في نفسه تبا لم أكن أنا هدفه منذ البداية وفجأة بيسعق بيقول أيها السيد الشاب السالس فلتتوقف رجاءا ولكن يا لها من صدمة بالفعل قد غرس سيفه في قلب اللورد الرابع وبدأ من باري وبنشوف اللورد السالس وينظر إليه غضب شديد جدا وبيقول لقد فكرت في ذلك واعتقد أنك يجب أن تفقد كل ما لديك أيضا العين بالعين والسن بالسن هذه هي نهايتك يا أخي وبنشوف اللورد الرابع وهو يسقط على الأرض ضارقا في دمائه ولكن فجأة باللحظ أن دمائه بدأت تتحول إلى أنواع السموم التي يستخدمها وبينصر إليه اللورد السلس بيقول لقد دمرت جوهر السم الذي كان فوق جوهر الطاقة الخاص بك جسدك أصبح أصغر الآن ذلك لأنك كنت تحافظ على عضلاتك من خلال الفنون الصوفية بدلا من تدريب جسدك هذا هو الحد الأقصى لرفع مهاراتك القتالية من خلال الأوهام فقط لن تموت على الفور لكن سيتعين عليك أن تبقى ضريح الفراش لعدة سنوات بالطبع حتى لو كنت ستتعافى فيجب عليك أن تبدأ التدريب على فنون الختال منذ البداية سأرسل لك بعض الأدوية وإبار الوخز وبنعرف أن اللورد السلس لم يخم بالقضاء عليه قليته وفجأة بيأخذ باللورد السلس من وصول جنود القاعة الجنائية وبينظر اللورد السلس إلى رئيس القاعة الجنائية وبيقول حسنا يمكنك الآن القبض عليه وبالفعل بينتقل بين المشهد إلى قاعة القانون الجنائي وبنشوف اللورد السلس هو مكبل بالأغلال ووقف أمام رئيس القاعة وفجأة بيقول اللورد السلس ألن تقول أي شيء؟ صحيح ألن تزيل هذه قبل التحدث؟ وبيشير اللورد السلس إلى الأصفاض المكللة في يديه وبيقول معصمي لا يشعر بالارتياح في هذه لن أمرب على أي حال فبيرد للرئيس بيقول أنت مسجون حاليا هذا يعني أن وضعك الآن هو مجرد مجرم حتى لو كان مؤقتا لا أستطيع الاستجابة لهذا الطاولة بالطبع لا أعرف كيف فعمت كلامي لكنني كنت صادقا عندما أخبرتك أن الأمور ستصبح صعبة فبيرد للورد السلس بيقول لديك مثل هذا العقل الضيق بالفعل أنت لا تريد صراعا داخل الطائفة بصفتك سيد قاعة القانون الجنائي ولهذا السبب قمت بدور الوسيط أليس كذلك؟ فبيكون رئيس القاعة مصدوم جدا من كلامه وبيقول له حسنا كلامك صحيح نوعا ما فبيرد للورد السلس بيقول الآن لا يوجد سبب للصراع هل أنا مخضئ تحتاج إلى مشاركة أكثر من شخص لبدء الصراع لكن هونغ أويمون أصبح الآن مشلولا بالكلية كيف لا يزال عرضك قائما الآن؟ في كل الحالتين الوضع الآن هو ما أردته منذ البداية وفجأة بنشوف اللورد السلس هو يقوم بتحطيم الأصفاد من جسدي بالكامل وبيقول إذن لما تقول هذا أن الأمور أصبحت أكثر صعوبة الآن؟ وبنشوف رئيس القاعة مصدوم جدا من الذي يرى وبيقول في نفسه لقد حطم حديد البحر المحظور بهذه السؤولة من يكون بحق الجحيم؟ وفجأة بيقف أمام اللورد السلس بيقول إذا لم يكن لدي أي احترام لك لكنت قد هربت من هنا قبل أن تضع هذه الأصفاد عليه أشعر كأنني قمت بواجبي بالنظر إلى وضعي في الضائفة فبيرد على رئيس القاعة بيقول ماذا ستفعل إذا لم أتركك تذهب؟ فبينظر إليه اللورد السلس بيقوله لم أكن أعتقد أنك شخص يضيل المحدثات بمواقف نظرية غير مجدية ولكن أعتقد أنني كنت مخطئا في النهاية هل يمكنني المغادرة الآن؟ وبالفعل بنشوف اللورد السلس وهو يغادر المكان وفجأة بيقول رئيس القاعة سأقوم بمراقبتك في المستقبل فبيقول اللورد السلس بالتأكيد ولكن لا تقف في ضريقي لا أريد أن أصبح عدوا مع قاعة القانون الجنائي فبيرد على الرئيس بيقول لديك ثقة أكثر من اللازم لم يتم اختيارك كخليفة بعد أنت مجرد واحد من العديد من المرشحين فبيرد على اللورد السلس بيقول وماذا في ذلك أنا لا أهتم لمثل ذلك الأمور وبالفعل بيترك المكان وبيزحب وبينشوف رئيس القاعة ومصدم جدا بقول في نفسه يا له من شخص صعب وخطير جدا أيضا فنون القتال السيد الشاب السلس تمتلك لهبا أكثر قوة ووحشية من الفنون القتالية لضائفة الشياطين لكن مهارة السيف تلك كانت بالتأكيد مهارة الفصيل الأرثوزوكسي كيف يمكن للسيد الشاب السلس أن يكون من نفس النوع الذي أنا عليه وبينتقل بين المشهد إلى أحد الفنادق الموجودة في الضائفة وبينشوف اللورد السلس وهو يقوم بالتهام العديد من الأطباق بيكون سعيد جدا بيقول لقد مرواف طويل منذ أن تناولت وجبة مناسبة وفجأة بيترد عليه قائدة فرخة الشيطان الهائجة بتقول تناول الطعام بشكل أبضل لم يضغموك في قاعة القانون الجنائي فبينظر إلىه بيقول أنت تعلمين أن الطعامهم هو مجرد أرز قديم وبعد العشب فقط لم أستطع تناول مثلتك الوجبات وفجأة بيقاطع دونجبل بيقول إذن هل انتهى كل شيء الآن فبيرد عليه اللورد السلس أجل في الوقت الراهن فبيقول دونجبل ألن تكون هناك أي أعمال انتقامية من السيد الشاب الرابع أو من أعلى فبيقول اللورد أصبح غنق أويمون الآن مشلولا ولا يمكنه حتى التحرك يدير الأشخاص الأعلى رؤوسهم في الاتجاه الأخر عندما يتعلق الأمر بالصراع بين المرشحين لذا لا أعتقد أن شيء سيحدث حسنا لقد اتعى الأمر بالفعل والآن بعد أن تم الاهتمام بكل شيء إلى حد ما يجب عليكم جميعا العودة إلى مؤسساتكم الخاصة وخاصة أنت يا دونجبل لقد كنت معي كثيرا أنت لست مجرد عضو عادي في مجلس الحراس أنت القائد السالس من الأفضل أن تعود إلى العمل وأنت يا قائدة الفرق أوي أنت بحاجة إلى العودة إلى مسئولياتك كقائدة فرق أيضا فبتتعصب على ويقول كنت سأفعل ذلك لم أكن بحاجة لك لتخبرني فبينظر إلى هاللورد الساسون مبتسم ويقول حسنا كل ما عليك فعله هو الاستمرار في ذلك مثل السابق وبالفعل بيتركم وبيزاب ويقول لقد انتهيت من تناول الطعام أراكم لاحقا يا رفاق وبينشوف القائدة ويبتنظر إلى دونجبل لقد قول إنه غير مراعي جدا هل كان علي أن يخبرنا أن نذهب على كذا وما هذا هل أنت مستاء أيضا وبينشوف دونجبل ووقف ومصدوم جدا وبيقول لا ليس الأمر كذلك فبتنظر إلى القائدة وبيقول إذن ما قصة تعبيرات وجهك هذه فبيرد على دونجبل وبيقول إنه فقط لقد شعرت بشيء ما لقد شعرت بأن السيد الشاب يودعنا للمرة الأخيرة أتمنى أن أكون مصدئا في هذا وبينتفل بين المشهد إلى الجناح الخاص باللورد السالس وبالفعل بينشوف اللورد السالس وهو يرحب بأنغوة وبينشوف أنغوة قد استعدت عافيتها وبتنظر إلى وهي سعيدة جدا وبتدأ في البكاء وبينقول أيها السيد الشاب السالس لقد عدت بالفعل وبينشوف اللورد السالس وبينقول لها ولكن هل من المعقول أن تتحرك قبل أن تتعافي بالكامل؟ ولكن بينشوف أنغوة هي تحتضن ومنهورة في البكاء وبينقول له شكرا لك على إنقاذي أيها السيد الشاب السالس أنا سعيدة جدا لأنك عدت آمنا لم يكن عليك فعل أي شيء من أجل ولكنني سعيدة لكل ما فعلته لي فبينظر إليها اللورد السالس وبيقول حسنا أنا سعيد أيضا يا أنغوة وفي تلك الأسناء بينتقل بين المشهد إلى اللورد الشيطاني قائد العشيرة الملكية للشيطان السماوي وفجأة بنشوف اللورد وبيقول لقائد الحرس إذن كيف حال السيد الشاب الرابع الآن؟ فبيرد على قائد الحرس وبيقول إنه في حالة خطيرة جدا لقد حتى مجور طاقته والسوم يسيطر على جسده بالكامل الآن إنه متمسك إلى حد ما ولكن حتى لو كان محظوظا فإنه بالكاد سيتجنب أن يصبح مشلولا فبيقول اللورد لقد تمكن من البقاء على قيد الحياة إذن ما هو احتمال عودته مرة أخرى؟ فبيقول قائد الحرس رأيي أطباء جناح روح الدم أنه سيكون مستحيلا حتى لو كانوا قادرين على شفاء السم والإصابات الداخلية فقد تعرض جوار الطاقة لأضرار بالغة للغاية بحيث لا يمكنه العودة إلى حالته السابقة فبيقول اللورد حسنا يمكنك الذهاب الآن وبيكون اللورد متعجب جدا وبيقول في نفسه ظننت أنه سينهي حياته لكنه تركه يعيش لماذا غير السالس رأيه في تلك اللحظة؟ هل أراد أن يجعل الرابع يعاني من نفس المصير؟ الاجتماع الخاص مع مديرة مرفق التنور الداخلي والقتال مع قائدة فرقة الشيطان الهائج؟ والآن القتال في قاعة القانون الجنائي لقد خلق السالس فوضى أكبر مما يمكن لشخص واحد القيام به خلال الأيام الخليلة المواضية الشيء المهم هو أنه تمكن من تحقيق أهدافه وسط كل تلك الفوضى هذا مسير الاهتمام حقا هكذا يسقط أحد طرفي الصراع على الخلافة هونغ أويمون ابن بطريار عائلة جيوسكا الذي لم يتخلف عن أي طفل آخر في الموهبة منذ متى كان ذلك؟ الفطن أصبحت خبسا والشخصية اللامعة قناعا تحول الرابع إلى ماكر وشبيه بالسعبان مثل كل أولئك الذين ورسوا الدم الحقيقي لعائلة جيوكسا ولكن هذا كان بلا بأس به ظالم أنه كان بإمكانه أن يزدهر بموهبته فإن شخصيته لم تكن مهمة المشكلة هي أن هونغ أويمون لم يهتم بموهبه إطلاقا لقد فعل الحد الأدنى لقد كان قويا بالنسبة لعمره لكن هذا كل ما في الأمر ولهذا السبب خسر لكن السالس كان مختلفا كان مشابها للرابع منذ فترة طويلة ولكن بعد الاستيقاظ من جديد كان يحاول بز الأخصى ما في وسعه بدلا من أدنى جورت لقد كان اختلافا صغيرا ولكنه كبير وهو الذي حسم نتيجة المعركة في النهاية لقد انتبني الفضول بالفعل لمعرفة مستقبلك أيها السالس وبيمر الوقت وبينتقل بين المشهد إلى جناح اللورد السالس وفجأة بنشوف أنغوية بتقول سيد الشاب لديك ضيف وبنشوف اللورد الساسو مستقى جدا وبيقول في نفسه من هو هذه المرة أريد أن أرتاح بالفعل لكن بنتفاجأ أنها سيدة مدنى التنوير الداخلي وبتنظر إلىه بتقول لقد مرة وقت طويل بالفعل كيف حالك أيها السيد الشاب السالس فبنشوف اللورد الساسو مستقى جدا وبيقول لها من الذي أتى بك إلى هنا يا مديرة المدنى وبيقول في نفسه ملخط بالآن لم يعد هناك أي شيء لم يتم حله بيننا بعد الآن لكن بيشوف المدير وبيتقول لك كان لدي معروف لأطلبه منك هل يمكنك القدوم إلى مسكني إذا كان لديك الوقت فبيرد على اللورد بيقول من الذي تريدينه بالزبط فبيرد عليه بيقول لك طريقة الفنون القتالية التي علمتني إياها لم يمر وقت طويل ولكن هناك بالفعل فرق إنها فنون قتالية محيرة للغاية فبيرد على اللورد بيقول هناك فرق من الصعب جدا تحقيقه بالنسبة لمعظم الناس أعتقد أنهم يجب أن يكونوا موغوبين للغاية فبترد عليه بيقول أجل إنه موغوب كثيرا لقد اخترت هذا الطفل بنفسي ليكون صليفتي فبيرد على اللورد بيقول هل من المناسب أن تخبريني بشيء كهذا فبتقول له هذا ليس شيئا يجب أن أعلنه لأي شخص لكنك لا تهتم حقا على أي حال أليس كذلك فبيرد عليه حسنا هذا صحيح لكن ألا تسخي بي أيضا فبترد على المدير ويتقول له أنا لا أسق بالناس أنا أسق بالمواقف وبالنظر إلى الوضع أنا زيك والآن لا أعتقد أننا سنصبح أعداء على الإطلاق في المستقبل فبيرد على اللورد السلسوم يقول مادام تعافي خليفتك يسير على ما يروم فلماذا تريد أنني في مسكني فبترد على ويتقول له إنه لنفس الأسباب أيضا أنا أتخذ جميع القرارات النهائية داخل مرفق التنوير الداخلي ولكن الأمر بالقرارات وتنفيذها كلها مسؤوليات هذا الطفل لذا يدي وقدمي مقيدة بشكل أساسي الآن إذا استمر هذا الوضع لأكثر من شاعر فسوف تتكبد الضائفة خسائر فادحة فبين شوف اللورد السلسوم مصدوم جدا أقول في نفسه هذا ليس جيدا أن تقوم مديرة مرفق التنوير الداخلي التي تتمتع غرور قوي وتعرف أفضل من أي شخص أخر كيف تعمل هذه الضائفة بطلب المساعدة مني بهذا الشكل حسنا ستفعل يونسيم أي شيء لمحاولة إخناعي إذا كان ذلك من أجل مرفق التنوير الداخلي سيدة مرفق التنوير الداخلي هو الخصم الذي يصعب التعامل معه حقا ولكن بالنظر إلى عينيها يبدو الأمر كما لو أنها تخبرني أنها لن تقبل بكلمة لا ولكن أنا متعب جدا وفجأة بيقول لها اللورد السلس إذن سيكون من الأفضل أن نعقد هذه الصفقة أليس كذلك أنا متأكد من أنك ستشعرين بالعبئ إذا كنت أساعد فقط فبترد لو بتقوله سأكون ممتنة لك بالفعل فبيقول لها سأتناول شيئا أيضا على أي حال ليس هناك حاجة إلى أن نكون ممتنين إلى بعضنا البعض فبتنظر إلى وبيقوله إذن هل هناك شيء تريده في المقابل فبنشوف اللورد السلس ومحتر جدا وبيقول تلك هي المشكلة لا يوجد أي شيء يمكن أن أفكر فيه في عقلي وبيقول في نفسه على أي حال ما أريده ليس المال أو المجد إنها الحرية هذا ليس شيئا يمكن أن يفعله شخص آخر من أجلي ولكن تببا إذا كان بإمكاني الخروج من هذا المكان فيمكنني أن أفعل أي شيء لحظة الخروج من هنا وفجأة بيقرب عليها اللورد الساسو بيمسك بيدها وبيقول مديرة مرفغة تنوي الداخلية المباركة والرحيمة ذات أهم منصف في الطائفة بالكامل أليس كذلك أنت تديرين كل أمور الطائفة هل هذا صحيح فبترد عليه ويومسلومة جدا وبيقول نعم هذا صحيح فبيقول لها هل جميع البطائع التي يجب توزيعها على الطائفة هي من الخارج فبيقول له بالطبع فبيقول لها هل يأتون إلى هنا ألا تخرجون وتشترونها أو شيء من هذا القبيل فبيترد عليه وبيقول له إذا كان الأمر مهم فنحن نخرج من أجلهم في ذلك الحالة وسوف يكون الخروج القادم بعد حوالي أسبوعين فبنشوف اللورد الساسو متشبس بها جدا وبيقول عودة خليفتك السمينة سوف أتأكد من شفائه بكامل في خلال أسبوعين وبنشوف اللورد الساسو سعيد جدا وبيقول في نفسه إنها هنا أخيرا هذه اللحظة فلصة للهروب من ضائفة الشياطين تلك وبعد مرور برها من الوقت بانتقل بين المشهد إلى دونجبل بينشوفه ويقوم بتدريباته الخاصة ولكنه يفكر في الأحدث الأخيرة وبيقول في نفسه الآن بعد أن تم الاهتمام بكل شيء إلى حد ما يجب عليكم جميعا العودة إلى مؤسساتكم وخاصة أنت يا دونجبل لقد كنت معي لفترة طويلة هذا ما قاله اللورد السالس إنه على حق لقد اعتدت على التواجد مع السيد الشاب لدرجة أنني كنت أوم العملي حسنا فلنهدأ أنا متأكد من أنني سأرى السيد الشاب مرة أخرى وفجأة بيقضحه أحد الأتباع بيقول أنا أعتذر على الإسعاج لكن القائد الأول يريد رؤيتك يا سيد دونجبل فبيرد علي بيقوله حسنا سأكون هناك وبالفعل بيذهب إلى رؤية القائد الأول وبينشوف القائد الأول هو بيقوله أنا مشغول جدا لذا سأدخل مباشرة في صلب الموضوع مرافقة قائد الجيش الشيطاني ستصل خلال سلسة أيام كما تعلم لقد تم تغيير واجباتك الآن أنت تعلم أن مرفق التنوير الداخلي يرسل أعضاء من طائفتنا كل سلسة أشهر لتسليم البضائع المهمة أليس كذلك؟ هذا الشهر هو وقته وبينشوف القائد الأول وهو يقدم إلى دونجبل بعض الأوراق وبيشوف دونجبل ويتفقدها وبيقول هل من المفترض أن أزعب لمرافقة أعضاء الطائفة المسؤولين عن التسليم ولكن لماذا نح؟ فبيرد القائد الأول بيقول كانت الأمور في الطائفة فوضوية للغاية مع مهرجان مار القادم لا أعتقد أن أي شيء سيحدث ولكن بالنظر إلى الوضع لا يمكننا السماح لهم بالرحيل بمفردهم فبيرد لتونجبل بيقول حسنا متى سيكون ذلك؟ فبيرد القائد الأول سيكون ذلك خلال أسبوعين التفاصيل المهمة كلها مكتوبة هناك أحرق هذه الورقة بعد أن تحفظ محتوياتها جيدا فبيرد لتونجبل بيقول حسنا سيدي سأقوم بنجاز أي واجب توضيني إياه بنجاح وبيقول دونجبل في نفسه على الرغم من أن هذه المهمة هي شيء بسيط جدا إلا أن لدي إحساس بأن الأمور لن تسير في هذا المنعطف والهنة عزيزي المشاهد بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم أتمنى أن تكون نالت على إعجابكم وما تنسوش تنتظروا الحلقة القادمة إن شاء الله وأن تشاهدوا الحلقات السابقة لنا وما تنساش ذكر الله عز وجل وتصلي على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وتشاركنا برأيك في التعليقات وعمل لايك للفيديو ولا تنسو أننا نقوم بأقصى ما في وسعنا لنقدم لك المحتوى بأفضل طريقة ممكنة وأن تسامحنا من أي خطأ أو تقصير قد بدر منا وفي الأخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته